المرة دي الهدودة سببه ايه في تفسيرك؟ سببه انت لو رجعت لطبيعة الجمعيات العمومية منذ ان عصرتها في السبعينات يعني انا وعي بالجمعية العمومية ابتدى في 72 72 72 اول مرة يتعامل ان يبقى فيه اعضاء تحت السن فالكابتن عمان قابلني ما كنتش عارف وانا كنت يعني ليه انشطتي في كنت تحت السن وقتها كنت تحت السن وكان ليه انشطتي الادارية في النادي كاسكرتير لعبة ومش عارف ايه فلقيت الكابتن عمان قال لي تعرف ما هم يقول لكش تفاصيل يبتسم لك كده وهز دماغه ويكادي كل ما بيبص لكش جاهز جاهز نفسك اخويا جاهز نفسك اخويا وانتقول لك ايه مش في دماغي خالص ان احقول لي عشان تترشح لمجلس الادارة اه خير يا كابتن ايه مجلس الادارة اتقول مجلس الادارة ايه هل لي ما فيه تلاتة تحت السن اه يلا عم جات لك اهيب الطبطاب تلاتة تحت السن اترشحنا تسعة تحت السن تسعة اه وجمعية العمومية بقى وقتها كان عددة محدود يكاد نكون عارفين بعض اه كل الجمعية العمومية حفظة بعض واسرهم كانت الفين الفين وخمسمائة واحد اي بيتردد منهم معظمهم اه فكنا التسعة اللي نازلين اي عارفين بعض بالاسم وبنلعب كلهم كورة مع بعض اه مختار ابو زعلي عبدالقيع على محرم الراغب على عبدالجيد محمود على رحمة الله عليه السلام الكفراوي على مش فق يعني اه عمر الحميدي والجمعية دي انا يعني هنبقى طول النهار في النادي طول النهار مع فرق تنس طولة اعرف اعضاء كتير فكت حاسس باطمئنان اه رغم من ثقة للأسماء المترشحة بس يمكن انا ومحرم الراغب ساعتها كنا اكتر ناس اللي هنا اكتيفتز جوا النادي اه دي اللي نجح فيها كابتو محرم المتشار عبدالجيد محمود بتاعت السن اظن التالت مين كان جلال عز كان جلال عز جلال عز التالت اه هو في جمعية نجح فيها عبدالجيد محمود لا واعتقد ان المختار ابوزة نجح هي دي لانه دول اتنين استقالوا لاحقا مع كابتن صالح لما حصلت المشكلة تضاملوا مع كابتن صالح واستخال انما هو جمعيتين واربع الجمعية دي انا من اطمئناني ده لي مشوار اسكندرية قبلها بـ 48 ساعة فاروحت ابويا بقى ابويا مطمن كان محطوط تحت الحراسة وقتها وعايز ازوره في اسكندرية وارجع قبل انتخابات بيوم اه الترماية بودرين ده انا قاعد اه بجيب للجورنال واعد في الترماية بودرين ده ما حاجة دي تبقى حاجة مختلفة في اسكندرية ياخدني الحد المنشية انزل مش عارف روح سينما اتغدى اعمل حاجة اه قريت عنوان في الاخبار اه الموافقة مجلس الوزارة شباب توافق على 42 مرشح من اصل 43 الله فانا اه كان وقتها وجيه ابوازة عنده مشكلة اه فاعتقدت انه هو يا مختار انا بقى اي على مختار ابوازة اه زعلت او مختار ده كان من اقرب الناس الى قلبي اه افتكرت ان حصل اعتراض عليه على الظرف بتاعه وجيه ابوازة بقرة تحت بعد اعتذار عدل القيع اعتذار عدل القيع ايه اعتذار عدل اللي وما يعرفش انا اعتذار تلميه هتزارولك. نزلك على محطة مصر. ما روحتش البيت. طبعا. طبعا. قابلني يلا رحمه امين شعير. اه. وانا كنت حكيت قصة زمان. اه. وانا 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 سكرتير تنس طولة ان انا كسرت الصالة ببنتها. اه. وهو قال لي انت فاكر النادي بتاعك. اه. كل اللي في دماغي بقى انه هو يعني بيرضهالي. انه اقدم لي. مين بيه? مين اللي? قال لي اسكت تعالي تعالي وراح اخدنا في القوضة وقافل. ما تقولش الحد. قال لي لأ انا اللي اعتذرطي لك. فانا بصيت له باي حق. قال لي بحق ان عشان ما يتقلش ان انت تشالك. قلت له انا هتشال ليه? قال لي مش ابوك يد مش كان تحت الحراسة. قلت له ما اذا كان رئيس الجمهورية اه. اه. ادلنا حقوقنا ورد اعتبارنا وقال ما فيش حرمان سياسي وما فيش. اه. قال لي لا 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 كان فيه نية كده كان فيه كلام. طلعت من عنده. طب خلينا اقول بس الجمهور بالذات الحديث العهد شوية. دي وقتها الحراسة كانت على اه الاقطاعيين كبار القوم في مصر. عشان محدش يفهم انه كانت الحراسة لازباب. لا كانت جمال اقدمات بقى. في ظل اصلاحات اجتماعية. ايه كان ابو يعدهم مالس نواب وشيوك. بالزبط. وبتاع فهو خد السياسيين القدام. بالزبط. هطم تحت الحراسة. فده كان ظرف ثوري خاص بتلاتة عشر. اه وتحفظ على عاملكم عشان ما يقدروش يعني يتصرفوا باي طريقة. اه. في روعه او روع اللي بيحميه يعني ان دي يعني هي دول اللي ممكن يعملونه المحاك. صحيح. اه. وهي ابتدت بعد الانفصال. ايه ايه. مع سوريا. المهم. جي معي محشن عبدالرحمن كان كابت النادي اللي بكرة اليد. راح فين? قلت له راح اقابل الدكتور سوفا بطال. وزير الشباة. ولا صفي الدين. صفي الدين. صفي الدين. صفي الدين ابو العز. اه. ورحت وانا مدخن السكرتير بقالين وقلت له انا عايز اقابل الوزير دلوقتي حال. اه. قال لي الوزير مشغول. قلت له مش ماشي غير لمية. ما يقابلني. اه. قلت له يعني رئيس الجمهورية. يردلنا اعتبارنا وهو يشلني من الانتخابات. اه. اه. بيقولوا اعتزار انا ما اعتزارش عايز اقوله انا ما اعتزارتش ويرجعني للخيم. في ظل تقاعد يا ابراهيم بقت الساعة خمسة بعد الظهر. اه. بعدين قال لي يا ابن انت قاعد ليه? قلت له انا مستني الوزير. حد دخلني ولا? قال لي الوزير روح. اتالي فيه بيطالي بيطلع على الاسنصير. اه. روح منه. روحتي بقى وانا ايه? خلاص التخابات بعد بكرة. اه. لقيت مختار افاضة. جامع الشباب. بالتمانية التانيين. اه. يقولهم هنعمل ليه بعد استبعاد عادل. شوف بقى الروعة. اه. احنا تسعة عايزين مننا تلاتة. عشان اللي بقولوا لا لفوق الجميع. اه. دي جينات يا عام. صحيح. لقيت مختار افاضة قاعد. احنا كلنا لازم نعتذر. اوبا. هنبعد دلوقتي اعتزارنا. اه. من المنافسين. تخيل. اللي بنزلين ضد في الانتخابات. صحية. الله عن نزل. وهما ابتدوا يسخنوا مع الفكرة. طبعا. قلت له انتوا بتعملوا ايه? قال لي هنعتذر لحد الوزير يا يرجعك يا كلنا منسحبين. الله. قلت له طب انت عارفين هيحصل ايه? اه. اعتزارك وده مش هجيب نتيجة. او اعتبتكر انكم بتضغطوا على حد بهذا الاعتزار. اه. هيبقى اعتزار ادبي امام الرأي العام. لكن هيروح معاين ثلاثة شباب. ام. بمزاجه هو. والنادي الاعلي متعاينلوش حد. اه. هم عايزين يعتذروا عشاني. انا بقول لهم انت تعتذروا عشان ما يعاينش حد. اه. وكنا صغيرين. اللي الناس اللي بتتكلم. اه تحت السن انت بتكلم. تحت السن. اه. هو مشت الانتخابات. ودخلت اللي بعديها وربنا اوفا. ما رجعوكش في الصحي. لا لا ارجعت أم تبقى بقى. خلاص بقى بقى يعني ما انت ركعت لا يا رجعت امت بقى. خلاص بقى يعني ما انت هتروح كمان هتقوله الإدارة هي اللي قدمتك وسقطها فيها دي وخلاص فدي واحدة توريلك إنك أنت كمرشح بتحب النادي الأهلي همك النادي الأهلي مش همك أنت ومصلحتك أنا كان أحسن حاجة البالونة تكبر والدنيا تحس بيها تشوف أنت همك النادي الأهلي وحتى المنافسين همهم النادي الأهلي وزميلهم وزميلهم ما يبعدش وزميلهم اللي هم عايزين ينجحوا عليه بس ينجحوا في انتخاباتنا زيها اه اه ما يقصاش ما يقصاش إزاي أنت توقف نادي دا كده ما تتعلمش كل يوم حاجة فأنا قادي أول درس خدته وأنا مرشح تم إقصاء وخلاص خلصت من جوايا وما بقيت في ظهر المجلس وبقيت في ظهر النادي وبقيت مكمل زي ما أنا طيب عايز أقف معاك بس في الحتة دي لأنه دي محتاجة تفسير اجتماعي شوية التفكير بهذا الشكل سواء من المرشحين زبيلك أو منك انت أو حتى المناخ المحيط دا النادي الأهلي جاب هذا الانطباع وهذا السلوك هل دي أخلاق علية القوم وقتها هل دول الأباء المؤسسين هتصدقني لو قلت لك وأرهن السادة المشاهدين يصدقوا مش بلغوة حديث يعني أو تفاخر آه والله العظيم ثلاثة كلنا كنا أنا مش شايفين إن فيه حاجة تانية ولا شايفين إن احنا بنعمل حاجة يعني لا سموه أخلاق ولا علية قام الصرف الطبيعي دا اللي ما شفناش غيره في النادي الآلي ما حدش كان بيحط مصلحته في أي موضوع لعيب إداري عدو نادي اللي كان بيتقلنك أعضاء نادي ما كان غير قابل للمناقشة انت تعلمت جوالنادي مش كنا شايفين كنا شايفين ان هو ده التفكير ده الطبيعي لما خدنا خطوة لورا شوية والدنيا تقدمت بينا وشوفنا المجتمع اللي حوالينا لا ده احنا كنا عايشين في فقاعة المبادئ والأخلاق والجينات اللي انت بتقول عليها ما انا تفسيري النادية ده أخلاقيات نبلاء وبشوات مصر داخل أصوار النادي وقتها والله هي يا مردو مش قصد التصنيف الاجتماعي لكن هم دول ده الطبقة المؤسسة المفهوم اللي تباني عليه النادي الأهلي اللي محدش جرؤ يغير فيه حاجة إلا بمختضيات والإعادة العصر انت النهاردة ثقافتك ما بتبقاش بيتك مدرستك نديك لا التليفون اللي عمالي حدفلك السوشير بتاعتك عاملت زي وانت يعني كلنا أدمان هذا هذي القالة اللي عينت الرجوع صحيح صحيح مضوط